بالنسبة لي السؤال الثاني سائلة بتقول كنت سائل مع زيرتان بيقول سمعت من أحد الشيوخ أن في حاجة اسمها اللطيفة يعني أن هو يعود يردد 444 مرة بذكر يا لطيف لتحقيق طلب ما أو لدعاء ما يا ترى ده صحيح ولا لا هو عموما ورد في الشرع الشريف التوجيه الشرعي والأمر الإلهي بذكر الله تعالى ودعائه بأسمائه الحسنة فقال تعالى ولله الأسماء الحسنة فدعوه بها يعني الإنسان هو بيدعي يستعمل أسماء الله الحسنة وهو يدعو ربه فيستحب للإنسان أن يدعو بذلك فيقول يا رحمن ارحمني يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير ونحو ذلك يا رزاق ارزقني ونحو ذلك من الأسماء المباركات أن الإنسان يستعملها في دعائه ويوظف يستعمل الإسم كمان ينتخب من الأسماء ما يحتاج إليه ويجوز الذكر بردو بالأعداد في الأسماء الحسن سواء أنا حقول مثلا لفظ الجلالة أو في غيره من الأسماء فيقول الإنسان مثلا يا الله يا الله بالأعداد معينة مثلا أو كما ييسر الله له يعني ممكن أن يستغرق الوقت فيقول يا الله يا الله يا الله يا الله حيقولها مية حيقولها متين حيقولها ألف حيقولها بالقدر اللي ربنا سبحانه وتعالى يفتح له به أو عايز يذكر بعدد معين لا مال ومن ذلك بردو الذكر باسم الله اللطيف فاسم الله اللطيف من أسماء الله تعالى الحسن اللي فيها من الأسرار والأنوار والبركات والفتوحات ما فيها فيقول الإنسان يا لطيف يا لطيف يا لطيف ويعد عدد معين عايز يضبط عليه الذكر بتاعه براحة عايز يقول أعداد مفتوحة لا مانع من ذلك شرعا حسب الطاقة حسب استطاعة الإنسان واللي كنا بنتلقى من المشايخ الكرام أنه من خواص هذا الاسم يا لطيف في الذكر به بالأعداد يعني مثلا كانوا مشانيخنا يفضلوا نذكر بيا لطيف 129 مرة أو 514 مرة وذلك كانوا بيسموها من المجربات يعني جربها أهل العرفان ففتح الله عليهم سبحانه وتعالى من أنوارها وخيراتها وبركاتها وقد قال بجواز العلم بالمجربات العلم والعمل بالمجربات مجموعة من العلماء الكرام ومنهم الشيخ ابن تيمي الحنبلي وغيره بناء على ما فعله الصحابي الكريم من الرقية بسورة الفاتحة فحصل ببركتها الشفاء وذلك حصل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه أن يرقي به لكن فتح عليه ربنا ادالوا هذا الفاتح وقلده بعد ذلك من قلده من أهل العلم والمسلمين وبننبه على شيء ضروري أنه في الزكر في كل أحوالك مع الله لابد من كمال التوجه بالقلب وصدق التوكل عليه لأن الأمر كله لله توجه القلب بإخلاص لمن بيده ملكوت السماوات والأرض ويتوجه القلب إلى الرب سبحانه وتعالى سائلا الله سبحانه وتعالى وحده وإنه يصرف السوء وإنه يكشف السوء وإنه يأتي للإنسان بالخير بالذي هو خير له فيسأله من خير الدنيا والآخرة يتوسل في ذلك بأسماء الله الحسنى وصفاته العلاء وكل ما تصاحب الذكر بالأسماء بيفتح لك أبواب بتوفق فيها كيف تذكر الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء ترجمة نانسي قنقر